السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا حبايبي عاملين ايه يارب تكونوا بخير اهلا بكم في قناتي نودا لتعلمكم رشيه انا هند الاول مرة شوفوني ياريت تنزلوا وتشاركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد وحصري ان شاء الله نهاردة ان شاء الله هنفذ معكم كفية رجالي غرزة البسكت الميلة اتمنى ان هي تعاجونكم ان نفذوها معايا الخامات اللي هستخدمها في الكفية هستخدم خيط استوك من الاستوكات لون اه افويت تمام وده استوك هملايا واستوك اللون رمادي واستوك من استوكات اه برضو خيط خيط فشون اه وده لون اه كحلي وسمك الخيط سميك شوية تمام وابرة مقاس اربعة اول حاجة هبدأ بيها اللون الوفويت وهاشتغل على فتلتين هعمل كده عدة البداية وبعدين همشي هعمل اتماشر ورزة سلسلة تربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احد عشر اتناشر هسيب اول غرزة هدخل من تاني غرزة كده اهو هشتغل غرز حشو ترجمة نانسي قنقر بعدين هرتفع بغرزة سلسلة وهقلب كده الشغل وفي نفس مكان الغرزة معايا هنا هوا هتخل هعمل آآ في الحلقة الخلفية كده اهو غرزة حشو وفي كل غرزة معايا هشتغل في الحلقة الخلفية غرزة حشو ترجمة نانسي قنقر وصلت عند اخر غرزة هدخل في الحلقتين الخلفية كده اهو هدي حلقة والحلقة اللي تحتية هعمل غرزة حشو تمام كده اهو بعدين هرتفع بغرزة سلسلة هقلب الشغل كده اهو في نفس مكان الغرزة معايا هدخل هعمل غرزة حشو في الحلقة الخلفية وفي كل غرزة معايا هشتغل غرزة حشو في الحلقة الخلفية لما كده هكمل كام سطر كده اهو لحد العرض اللي انا عايزاه في الكفية وبي هرجع لكم تاني عشان نعمل غرزة البسكت الميلة انا كده خلص اه العرض بتاع الكفية بتاعتي واشتغلت ستة وعشرين سطر اه في كل سطر هشتغل فيه غرزة عمود بلفة والغرزة اللي انا هشتغلها عايزة مضعفات العدد اربعة فانا اشتغلت اه اربعة وعشرين سطر اه وكمان زودت سطرين عشان هيكون معايا اه غرزتين ارتفاع فيه بداية الكفية وفيه النهاية تمام فانا هبدأ اكمل كده هشتغل غرزين ارتفاع وده هعتبره اول عمود معايا آآ وياه هدخل في السطر اللي بعد وهشتغل غرزة عمود بلفة بعدين في السطر الوراء عمود بلفة في كل سطر كده انا هشتغل غرزة عمود بلفة اللي هو الجزء البارس ده هو هشتغل غرزة عمود بلفة الجزء اللي هو نازل كده هو هشتغل فيه غرزة عمود بلفة انا كده هبدأ اكمل لحد نهاية السطر غرزة عمود بلفة وهي هرجع لكم تاني انا كده اشتغلت غرزة عمود بلفة واندي اخر غرزة هشتغلها في السطر كده غرزة عمود بلفة تمام كده معايا ستة وعشرين غرزة بعدين هرتفع باثنين غرزة سلسلة وهعد كده واحد اثنين تلاتة هدخل في الغرزة رقم تلاتة كده هعمل عمود باثنين لفة في آآ العمود الامامي كده هو هدخل بالابرة قدام العمود وهسحب خيط هيكون معايا اربع حلقات على الابرة هسحب خيط هطلع من حلقتين هسحب خيط هطلع من حلقتين هسحب خيط هطلع من حلقتين تمام بعدين هعمل عمود باثنين لفة هلف الخيط على الابرة مرتين وهدخل في العمود رقم اربعة انا دخلت فيه رقم تلاتة هدخل في رقم اربعة هدخل كده قدام العمود هسحب خيط هيكون معايا اربع حلقات على الابرة. هسحب خيط هطلع من حلقتين. هسحب خيط هطلع من حلقتين. هسحب خيط هطلع من حلقتين. تمام? بعدين هروح لرقم واحد واثنين. هشتغل فيهم عمود باثنين لفة كده هو. هلف الخيط على الابرة مرتين. وهدخل في اول عمود كده معي. هدخل كده. دام العمود. وهسحب خيط. هطلع من حلقتين. هسحب خيط هطلع من حلقتين. هسحب خيط هطلع من حلقتين. تمام? بعدين هدخل في العمود التاني كده هو من قدام. هعمل عمود باثنين لفة. هصحب خيط هطلع من حلقتين. هصحب خيط هطلع من حلقتين. هصحب خيط هطلع من حلقتين. واجي اول غرزة باسكت معي. تمام? بعدين هعمل العمود باثنين لفة. وهكرر. هعد واحد اتنين في العمود التالت هدخل كده قدام العمود. وهعمل عمود باثنين لفة. تمام? هكرر. هدخل في العمود رقم اربعة. وهعمل عمود باثنين لفة. بعدين هدخل في العمود الاول كده هو اللي انا سبته. هعمل عمود باثنين لفة. بعدين هدخل على العمود التاني كده من قدام العمود. هعمل عمود باثنين لفة. بكل اربع غرز معي مجموعة باسكت. غرزة باسكت. اهي. تمام? هكمل. هعد واحد اتنين. هدخل في العمود التالت من قدام. هعمل غرزة عمود باثنين لفة. بعدين العمود اللي وراه رقم اربعة. هشتغل غرزة العمود باثنين لفة. قدام العمود كده هو. بعدين هرجع لواحد واثنين هشتغل فيه رقم واحد. قدام العمود هشتغل غرزة العمود باثنين لفة. بعدين هروح للعمود رقم اتنين. تمام? انا هبدأ اكمل لحد نهاية السطر وهي هرجع لكم تاني. انا كده وصلت عند نهاية السطر وعندي اخر غرزة هشتغلها. غرزة عمود باثنين لفة في الارتفاع كده هو في السلسلة. تمام? بعدين هقلب كده الشغل وهي هرتفع بثلاث غرز سلاسل. تمام? وبعدين هعمل عمود باثنين لفة كده هلف الخيط على الابرة مرتين. والعمودين اللي هما الاول والتاني كده هو هشتغل عليهم. عميد خلفية كده هو هدخل في اول عمود معايا. هعمل عمود باثنين لفة. وهدخل في العمود اللي جنبه كده هو. التاني. هعمل عمود باثنين لفة. وهسيب آآ رقم تلاتة واربعة مش هشتغل فيهم. وهدخل في واحد واثنين. الغرزة الباسكة التانية كده هى. تمام? وهشتغل فيهم غرز عميد بلفة. غرز خلفية. تمام? عميد خلفية. تمام كده هو? الغرزة اللي جنبيها. عمود باثنين لفة. عمود خلفي. وبعدين هرجع لرقم تلاتة واربعة اللي انا سبتهم. اهو. هدخل كده من الابرة. خلف كده العمود. تمام? وهشتغل غرزة عمود باثنين لفة. هدخل في العمود الرابع كده هول لجنبه. بالابرة كده خلف العمود. هطلع كده هو. واشتغل غرزة عمود باثنين لفة. تاني. هروح لرقم واحد واثنين. هشتغل فيهم قرازة عميد بلفة. عمود خلفي كده هو. ويقع الغرزة اللي جنبيها. هشتغل غرزة عمود باثنين لفة. انا كده سبت تلاتة واربعة ما اشتغلتش فيهم. هرجع لهم كده تاني. هدخل في رقم تلاتة وهشتغل غرزة عمود باثنين لفة. حلق. آآ في العمود الخلفي كده هو. ورقم اربعة هشتغل غرزة عمود باثنين لفة خلفي العمود كده هو. تمام? هسيب تلاتة واربعة وهشتغل في واحد واثنين. غرزة عميد باثنين لفة. اللي جنبيها. بعدين هروح لرقم تلاتة واربعة هشتغل فيهم غرز عميد باثنين لفة غرز خلفية. ايه. بدأت غرزة البسكة تباني معايا كده هي. انا هبدأ اكمل لحد نهاية السطر وهي هرجع لكم تاني. كده انا وصلت عند نهاية السطر وعندي اخر غرزتين اللي هما اخر حاجة كده اللي هما تلاتة اربعة هشتغل هم غرز عميد آآ خلفية. تمام? هدخل كده في اول آآ لو رقم تلاتة هشتغل غرزة عمود خلفية كده اهو. واخر غرزة معايا. اشتغلها غرزة عمود باثنين لفة. بعدين الارتفاع هشتغل فيه غرزة عمود بلفة. وكده بدأت تظهر آآ غرز البسكة معايا. تمام? هرتفع بثلات آآ غرز سلسلة. وبعدين هروح برضو هبدأ اه اعد واحد اتنين تلاتة اربعة هدخل فيه رقم تلاتة هشتغل غرزة عمود باثنين لفة كده. غرز امامية يبقى لما ببقى في معدول الشغل معايا بشتغل غرز آآ امامي عمود امامي. تمام? لما يكون في ظهر الشغل بيكون غرز عميد خلفي. الغرزة اللي جنبيها اللي هي رقم اربعة. هشتغل غرزة عمود باثنين لفة. بعدين هرجع لرقم واحد واثنين. هشتغل فيه رقم واحد غرزة عمود باثنين لفة. عمود امامي. بعدين رقم اتنين كده هو. هشتغل غرزة عمود باثنين لفة. عمود امامي. تمام? هروح لرقم تلاتة اربعة هشتغل فيه رقم تلاتة غرزة عمود باثنين لفة. ورقم اربعة. عمود باثنين لفة. بعدين هرجع لرقم واحد واثنين. اشتغل غرزة عمود باثنين لفة. ورقم اتنين غرزة عمود باثنين لفة كده هو. هبدأ اكمل هعد آآ ادي تلاتة واربعة وادي واحد واثنين. هشتغل فيه تلاتة واربعة. بعدين هروح لرقم واحد واثنين. انا كده آآ ظهرت معي غرزة الباسكت وانا هبدأ اكمل كم سطر وهي هرجع لكم تاني عشان نبدأ نغير الالوان مع بعض. كده اشتغلت تاما الاسطر بغرزة الباسكت الميلة. وصلت لان ده نهاية السطر. هشتغل غرزة عمود بلفة. ومش هقفل العمود الاخر هسيب حلقتين كده على الابرة. وهدخل اللون التاني معي اللي هون اللون الرمادي. هسحب اللون الرمادي كده اهو من الحلقتين. بعدين هرتفع تلات غرز سلاسل. ليه هبدأ اكمل كده اهو. نخد بادي بس عشان هم من على فتغتين. انا همدأ اكمل كمان اربع اسطر باللون الرمادي وهارجع لكم تاني. كده انا عملت اربع اسطر باللون الرمادي. تمام? وهي هبدأ اغير اللون للون الكحلي. عندي اخر آآ غرزة كده معي في السطر. هشتغل غرزة عمود. مش هقفلها للاخر. هسيب حلقتين على الابرة. بعدين هدخل باللون الكحلي. هصحب درجة الكحلي كده اهو من الحلقتين. بعدين هرتفع تلات غرز سلاسل. راح ابدأ اكمل. انا كمان هكمل باللون الكحلي اربع اسطر وهارجع لكم تاني عشان نعمل الغرزة الاساسية بتاعة الكفية. اه كده انا اشتغلت اربع اسطر باللون الكحلي. هبدأ اشتغل الغرزة الاساسية بتاعتي بتاعة الكفية. عندي اخر غرزة كده هشتغلها غرزة عمود بلافة في الارتفاع. تمام? معدين هقلب الشغل كده هو هرتفع باتنين غرزة سلسلة. اتنين غرزة سلسلة من السطر ده كده هو. وهبدأ اشتغل غرز عميد امية عميد خلفية. همشي كده اول غرزتين هشتغلهم غرزتين كده. اول غرزة اللي وراها هشتغلها غرزة عمودين امامي. بعدين الغرزتين اللي وراهم كده هو هشتغلهم غرزتين عميد خلفي. الوراها عمود خلفي. بعدين الغرزتين اللي بعدين كده بوراهم غرزتين عميد امامي. عمود امامي. عمود امامي. اللي وراهم غرزتين عميد خلفي. بعدين اللي وراهم غرزتين عمود امامي. انا هكامل لحد نهاية السطر مرة عمودين امامي مرة عمودين خلفي. وهي هرجع لكم تاني. وانا كده وصلت عند نهاية السطر وعندي اخر غرزة. اشتغلها غرزة عمود بلفة. في السلسلة كده هون. معادي هرتفع باثنين غرزة السلسلة. وهي هقلب الشغل كده معايا. والعمودين الخلفي هشتغلهم عمودين خلفي والامامي هشتغلهم عمودين امامي. انا عندي دول عمودين خلفي. فانا آآ لما هقلب الكفية كده هيدوني عمودين امامي هشتغلهم عمودين امامي. في ظهر الكفية تمام? وهي اللي وراها عمودين امامي هنا هو هشتغلهم خلفي. امامي. بعدين اللي وراهم خلفي. بعدين اللي وراهم امامي. انا هبدأ اكمل لحد نهاية السطر. وهرجع لكم تاني. انا كده وصلت عند نهاية السطر وعندي اخر غرزة هشتغلها غرزة عمود بلفة. فيه عمود امامي. كده انا ده تالس سطر معايا. في العوامية الامامية والخلفية. وهي الخلفي هشتغلوا عوامية خلفي. بعدين الامامي هشتغلوا امامي. ده خلفي هشتغلوا خلفي. عمودين خلفي كده اهو. انا هكمل لحد نهاية السطر وهي هرجع لكم تاني. اه كده انا وصلت عند نهاية السطر واخر غرزة معايا في السطر هشتغلها غرزة عمود بلفة في الارتفاع معايا كده اهو. بعدين هرتفع بين غرزة السلسلة وهقلب الشغل. ومن هنا في السطر الرابع هبدأ اعكس العوامية الامامية هخليها خلفيها والخلفية هخليها امامية. تمام? هنا في ظهر الشغل بيديني هنا العكس آآ لما يكون معدول. هنا من ديني آآ عوامية امامية فهشتغلها خلفية. هعمل عمودين كده خلفي. وبعدين العمودين اللي هم آآ مديني هنا في ظهر الشغل خلفي هشتغلهم امامي. هنا عندي عمود امامية بظهر الشغل هشتغلها خلفية. بعدين عندي هنا عمود خلفية هشتغلها امامية. هبدأ اكمل كده هو بنفس الطريقة. هشتغل تلات اسطر عمود امامي عمود خلفي. والسطر الرابع هبدأ اعكس. الخلفي هخليه امامي والامامي هخليه خلفي. تمام? هبدأ اكمل كده لحد النهاية الكفية هبدأ اشتغل آآ تلات اسطر عمود امامي وخلفي. وفي السطر الرابع هبدأ اعكس هشتغل آآ الامامي خلفي والخلفي امامي. تمام? انا كده خلصت الكفية اشتغلت الاول بابرة مقاس آآ اربعة. ويحسيت اني الكفية معي مجدودة. فانا فكتها من اول وجديد. وبدأت اشتغل بابرة مقاس خمسة. تمام? وكده انا خلصت الجزء الاخير بتاع الكفية اللي هو غرزة الباسكت الميلة. باللون والفوايت. واشتغلت سطر كده آآ منزلقة. فانا كده آآ هبدأ اكمل. اخر سطر معي هبدأ اشتغل غرزتين ارتفاع كده هون. سلسلة. وبعدين في كل غرزة معي هشتغل غرزة عمود بلفة. كل غرزة معي كده هبدأ اشتغل غرزة عمود بلفة. انا اشتغلت غرزة المنزلقة آآ علشان امشي كده بالمقلوب نفس الجزء آآ الاخير اللي كان معي هنا. تمام? حمد اكمل كده غرز عمود بلفة وهي هرجع لكم تاني. آآ كده انا خلصت السطر بتاع العمود واخر غرزة معي هشتغل غرزة عمود بلفة. تعتبر كده في الارتفاع بتاعي. تمام? وانا هنا في الجزء الاول بعد ما انا فكيت الكفية آآ اشتغلت احداشر غرزة سلسلة. تمام? فانا هبدأ اشتغل احداشر غرزة سلسلة. ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداشر. تمام? فانا هبدأ ادخل من تاني غرزة سلسلة كده هو. هشتغل غرزة حشو. فكل غرزة سلسلة معي هشتغل غرزة حشو. هيكونوا معي عشر غرز. تمام? كده وصلت عند اخر غرزة فانا كده هبدأ قاعد للشغل كده هو. وفي اول غرزة هنا معي هدخل هعمل غرزة منزلقة. والغرزة اللي وراها هشتغلها غرزة منزلقة. بعدين هسيب لهم والغرزتين دول اللي اشتغلت فيهم غرزة منزلقة. وهبدأ في تالت غرزة كده هو. هبدأ قاعد برضو هيكون معي عشر غرز. هدخل كده هعمل غرزة حشو في الحلقة الخلفية. في كل غرزة معي هشتغل غرزة حشو في الحلقة الخلفية. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تاني. تسعة. واشنة. تمام كده هوا بعدين هنعمل غرزة سلسلة وهعدل الشغل كده معي وفي كل غرزة حشو معي هشتغل غرزة حشو في الحلقة الخلفية. وفي كل غرزة حشو في الحلقة الخلفية. تمام كده هوا. حاجة هنا آآ دي مش غول فيها غرزة مزلخة. بروح في اللي وراها بعمل غرزة منزلخة. والغرزة اللي وراها بشتغل غرزة منزلقة. تمام? وبسيب الغرزين دول اللي اشتغل فيها غرزة منزلقة وادخل في تالت غرزة. حبدأ اشتغل غرزة حشو في كل غرزة معي. في الحلقة الخلفية تمام? تمام? بعدين هرتفع بغرزة سلسلة وهبدأ اكمل كده هوا. كل غرزة معي هاشتغل غرزة حشو في الحلقة الخلفية. ترجمة نانسي قنقر كده وصلت عند نهاية السطر والغرزة دي مش غولة معي غرزة منزلقة بسيبها. بدخل في الغرزة اللي وراها باشتغل غرزة منزلقة. واللي وراها باشتغل غرزة منزلقة. انا هبدأ اكمل بنفس الطريقة دي وهرجع لكم تاني. انا كده خلص اخر جزء في الكفية. وبكده تكون خلص معي الكفية. اتمنى ان الفيديو عجبكم. ولو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا اشتراكوا في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد وحصري ان شاء الله. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.